السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم أسأل الله أن يسعدكم في الدنيا والآخرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الذي نتحدث فيه عن السحر وخطورته وحكمه وأيضا سنبين لكم علامات الساحر حتى تعرفوا وتفرقوا بين الساحر والراقي الشرعي وأيضا نبين لكم ما هي الضوابط الراقي الشرعي ثم نبين أنواع السحر وعلاج السحر وكيفية علاج السحر بإذن الله تعالى وننبه على أمور عقدية وأمور فقهية وأيضا نوجه جميع الناس بما يستفيدون منه في هذا الدرس بإذن الله تعالى لا تنسى الاشتراك في قناة الداعية الكفيف رياض البلوشي واضغط إعجاب واكتب تعليق في الأسفل وشارك المقطع بشكل واسع أنشر الرابط بشكل واسع لأن هذا الموضوع مهم جدا مهم للغاية لأنه منتشر في أوساطنا وبيننا بشكل كبير جدا والناس ينبغي أن يحضروا من السحر ومن خطورته ومن السحر وينبغي أن يعرفوا علاماتهم وينبغي أن يعرفوا كيف يعالجون أنفسهم وما هي الطرق التي يتعالجون بها وما هي أنواع السحر فأسر الله أن يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى ونسر الله أن يحيينا على لا إله إلا الله وأن يميتنا على لا إله إلا الله وأن يبعثنا على لا إله إلا الله كلمة التوحيد فأول ما نبدأ به هو حكم السحر وتعريف السحر فالسحر مثبت في القرآن الكريم أن هناك شيئا اسمه السحر قال الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فالسحر مثبت والسحر موجود بنص القرآن الكريم وبنص الأحاديث النبوية التي وردت في السنة النبوية وأنه من السبع الموبقات ومن كبائر الذنوب السحر أن الشخص يفعل السحر والسحر كان قبل قوم نوح عليه السلام لأن قوم نوح عليه السلام قالوا عن نوح أنه ساحر هكذا كانت هي دعوة الأقوام كانوا يقولون عن أنبيائهم مجنون ساحر كاهن لكن هذه الكلمات ليس عليها براهين وأدلة لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن هؤلاء الرجال صالحين وصادقين وأنهم في قواهم العقلية وكاملون في جميع جوانب أساليبهم وكلامهم وحياتهم فليسوا هم السحرة والسحر يكون هو في النفذ يعني الشخص ينفذ أشياء ويعقد أشياء ويذكر كلمات ويستعين بالجن فيقوم ويفعل السحر يعني الساحر عندما يفعل السحر فهو يقع بالكفر بالله سبحانه وتعالى لأن الشياطين لا يعطونه ما يريد من الخدمات إلا عندما يكفر بالله سبحانه وتعالى فتعالوا بنا نتأمل إلى خطورة الساحر وما هي الأشياء التي يفعلها حتى يخدمه الجان وحتى يؤذي الإنسان والسحر عندما يضر إنسانا يكون بإذن الله سبحانه وتعالى فكل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى ونحن سنبين في خطوات العلاج قضية الإبتلاء والصبر ولماذا نحن نبتلى بالسحر عندما نذكر هذا الأمر في آخر المقطع فالسحر منتشر من قديم الزمان وكانت له عقوبة في جميع الأمم جميع الأمم كانوا يعاقبون الساحر فالغرب كان يعاقب الساحر ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهذه الدول الغربية أقل عقوبة للساحر كانت هي الشنق وكان منهم من يقوم بحرقهم وكان من أنواع العقوبات التي يقومون بها على الساحر أنه يأتون ويربطونه في خشبة وهذه الخشبة يكون لها أربع عجلات فيضعون يده اليمنى عند العجلة اليمنى في الجهة اليمنى يرفعون يده هكذا ثم يده اليسرى ثم قدمه في الأسفل في جهة أخرى ورجله في جهة أخرى فيكون أربع جهات كعلامة الإكس ثم يشدون هذه العجلات حتى يتقطع أيديه وأرجله ويموت من شدة الألم وفي محاكم التفتيش في الأندلس كان يؤتى بالساحر ثم يشقون ماذا؟ يشقون أماكن التي فيها لحم كالأفخاد ثم يضعون فيها الماء الحار أو الزيت الحار جدا إلى أن يموتوا تخيلوا وفي الإسلام أيضا كان الساحر يضرب بسيف بسيف لماذا؟ لأن خطره كبير جدا حتى لو تاب حتى لو تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى قال أنا تبت فإنه يقتل لماذا؟ لأنه قد يقول أنا تبته ولم يتم لكن إذا كان صادقا بتوبته وقتل في الإسلام فإنه ماذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى لكن لا يصدق ولا يؤمن لماذا؟ لأنه يكفر بالله سبحانه وتعالى وبعد القرن الثامن عشر كانت هناك عقوبات للساحر مثل السجن فلهذا الأمر انتشروا بشكل كبير وليس لهم عقوبة تردعهم بشكل قوي جدا ليس لهم عقوبة تردعهم وهم منتشرون بشكل واسع الساحر عندما يتقرب إلى الجان فهو يتقرب إلى ملك من ملوك الجان أو زعيم من زعماء الجان حتى يعطيه خادم يعني هذا الزعيم عنده خدم كثير جدا وعنده جنود أو الملك عنده جنود بشكل كبير جدا فهو يتقرب إلى هذا الكاهن ويكفر بالله سبحانه وتعالى ويسب الدين ويسب الأديان ويسب الله سبحانه وتعالى ثم يفعل أشياء كفرية حتى يتقرب بها إلى ملك الجان لكي يعطيه خادم واحد فقط لكي يعطيه خادم فهو يتقرب إلى الجان بتمائم بمنادات واستغاثة بالجان ويقول كلمات غير معروفة بلغات غير معروفة يقرأها من كتب السحر حتى يحضر الجان أو أنه يأتي بالقرآن فينتعله يعني هذا ورد عن السحر ومنتشر يأتون بالقرآن فيلبسونه كالنعال أو يكون على جنابة لمدة أربعين يوم لا يغتسل أبدا ولا يتطهر أبدا لأن الشياطين يحبون النجاسات وأيضا يأكلون الميتة هم يأكلون الميتة ويأكلون الحيوانات بذلك يتقربون إلى الجان فعندما يتقربون إلى الجان ويكفرون بالله سبحانه وتعالى يأتي هذا ملك الجان فيقول له ماذا تريد يقول أريد خادم فيقول لأحد جنوده اذهب مع هذا الساحر وأي شيء يقوله لك افعله فيذهب معه مكرها يعني هذا الجندي يذهب معه مكرها فيكون هناك كره بين الساحر وبين هذا الخادم بشكل كبير جدا لهذا الأمر تجد حتى أن السحر ليس حياتهم سعيدة وتجد أنهم مكتئبون وأحيانا يجدون مشاكل في بيتهم ومشاكل في أولادهم وزوجاتهم وهناك نوع من أنواع الجان هم الجان السفليون هؤلاء الذين يقومون بتسقيط الأولاد فإذا كان هذا خادم مع الساحر فإن هذا الساحر لا يأتيها أولاد أبدا وهذه عندما تاب كثير من السحر ذكروا هذه الأمور التي نحن نقولها ونبينها لكم كثير من السحر عندما تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى واستقاموا بيّنوا هذه الأشياء فالساحر يكفر بالله سبحانه وتعالى ويكفر بالأديان ويستهزى بالأديان ويأتي إلى القرآن فينتعله أو يأتي إلى النجاسات فيضعها على المصحف فهكذا يتقرب إلى يتقرب ماذا إلى الجان ويقوم بعقد عقد وتمائم وهذه العقد والتمائم يقوم بها وبخيوط ومن دم الحيض وأيضا ماء الرجل فيبدأ ويكتب آيات قرآنية بدم الحيض أو بماء الرجل وأيضا يفعل أشياء كلها كفرية ويقوم بتنكيس الآيات تنكيس الآيات يعني مثلا يأتي إلى صورة الفاتحة فيقلب حروفها يعني هسا آخر آية وردالين فيقلب حروف نون ياء لام ألف ضاد فيقلب الحروف ويكتب القرآن مقلوبا بنجاسات فهكذا يأتي إليه الجان فيأمرهم وينهيهم يقول اذهب إلى فلان وأقتله اذهب إلى فلان وسبب له الأمراض كله بإذن الله سبحانه وتعالى لكن هذه فتنة واختبار والشخص الذي يفعل السحر حكمه الكفر يعني أنتم رأيتم هذه الأشياء من يفعل هذه الأشياء ما حكمه بالتأكيد أن الشخص يقول أن حكمه الكفر حكمه الكفر الله سبحانه وتعالى قال واتبعوا ما تتر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فالساحر كافر فالساحر ليس مؤمن بالله سبحانه وتعالى والساحر إذا مات وهو لم يتب فإنه سيكون من أهل النار وكم سمعنا من قصص السحر أنهم كانوا يفعلون السحر يحدثني أحدهم يقول يقول أن ساحرا كان لديه محل محل ثياب معروف أنه ساحر معروف بين الناس أنه ماذا ساحر فيوم من أيام المحل لم يكن به أحد فدخل إلى غرف المحل وكان يحضر أفلاما خليعة كيوم ولدته أمه ونزل عليه ملك الموت فقبض روحه فعندما دخل إليه الناس بعد فترة رأوا اشتموا رأي حكريها فدخلوا إلى المحل فوجدوه كيوم ولدته أمه بشرته سوداء كالفحم وكان بشرته وكانت بشرته بيضاء جدا بيضاء نقية يعني أبيض أبيض مشرب بحمراء أيضا يعني مش أبيض فقط لا كان رجل بشرته بيضاء جدا قلب بشرته إلى أسود مفحم تخيلوا لأنه مفسد في الأرض الساحر يفسد في الأرض وكما يقول العلماء يوم القيامة الجزاء يكون على قدر الكثرة والكمية فإذا كان الشخص صالحا وأصلح غيره فله أجر عظيم وإذا كان مفسدا وأفسد غيره فله إثم ووزر عظيم لأنه مفسد في الأرض فهذه من علامات من علامات ماذا يفعل السحر ماذا يفعل الساحر حتى يتقرب إلى الجان طيب ما هي علامات الساحر يعني شخص قد يذهب إلى شخص ويقرأ هذا الشخص القرآن فيقول أنا أذهب إلى شخص كيف أفرق بين الساحر وكيف أفرق بين الراقي الساحر يسأل عن اسم الأم يعني كثير من الساحر عندما تذهب إليهم يذهب إليهم الشخص يسأل يسأله ما اسم أمك ما علاقة اسم الأم ليس له أي علاقة يعني الراقي لا يسأل عن اسم الأم قد يسأل عن اسم الشخص حتى يتحاور معه يقول له يا فلان يا فلان يا فلان من أجل أن يسأل اسمه يتحدث معه ويسأله عن حالته ويشخصها ويقرأ عليه لكن الساحر يقول له ما هو اسم أمك أو يقول له أشياء لم تحدثها أنت لم تحدث بها أنت يعني أنت جالس عنده يقول لك آه أنت حصل لك يوم الفلان كذا وحصل لك يوم الفلان كذا ما الذي أدراه الراقي لا يعرف هذه الأشياء إلا إذا الشخص هو قال فكيف علم هذه الأشياء علم من خلال الجان من خلال أن الجان الذي معه تكلم مع القرين الذي عندك فعرف هذه الأشياء فعرف هذه الأشياء لكن لا يستطيع أن يعرف المستقبل يعني مثلا أنت أتيت من مكان يقول أنت أتيت من مكان فلاني لكن أين ذاهب لا يدري مثلا أنت ذاهب إلى المطار ولم تقل بلسانك ولم تخبر أحدا فإنه لن يستطيع أن يعرف ما في قلبك لكن إذا أخبرت به سيحدثه قريرك بما أخبر به وعندما يذهب ناس فيجدون هكذا رجال يقول إيه سبحان الله هذا الرجل عنده كرامات أي كرامات هذا ساحر هذا ساحر وأيضا من علامات الساحر أنه يتمتم يعني لا يقرأ بصوت عالي الراقي لابد أن يقرأ بصوت عالي يقرأ عليه الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حتى لو قرأ بصوت منخفض مفهوم الحمد لله رب العالمين حتى لو همس مفهوم لكن يتمتم بكلمات غير مفهومة هذه من علامات الساحر أو أنه يقرأ بلغة غير لغة العربية أو ينادي أسماء غريبة جدا ينادي أسماء غريبة لأن الدعاء يكون لله سبحانه وتعالى وحده فتجده ينادي أسماء غريبة أو يكتب لك بورقة أسماء غريبة فهم يضعون مثلا جبرائيل إسرائيل ميكائيل جبرائيل إسرائيل تجده يضع إكس ونقاط وحروف ورموز الراقي لا يفعل هكذا فإذا ذهبت إلى شخص فعل هذه الأشياء فهذه أيضا من علامات الساحر أيضا من علامات الساحر أنه قد تجد منه أحيانا رائحة عفنة لا يغتسل لا يتطهر وتجد في بيته رائحة رائحة عفنة ومثلا عندما يقرأ عليك ثم يذهب إلى غرفة مظلمة فهم يحبون الظلمة ويحبون الأماكن التي فيها الظلمة ويحبون السواد يحبون هذه الأشياء الجان ويحبون الخبائث والروائح الكريهة فإذا وجدت علامات من علامات الساحر هذه فاهرب ولا تجلس عنده لأنه قد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد فالشخص الذي يصدق الساحر أو الكاهن أو يذهب إليه أو يفعل السحر فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى ويخسر دينه أمر خطير ليس أمر سهل ليس أمرا هينا ليس أمرا هينا فينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأيضا من علامات الساحر أنه قد يقول لك اذبح هذه الدجاجة السوداء أو هذا الخروف ويحدد لك نوعا معينا اذبحه في المكان الفلاني ولا تسمي بالله حتى لو قال لك سمي بالله واذبح في المكان الفلاني فلا يجوز فلا يجوز لماذا؟ لأن الراقي لا يقول لك اذبح في المكان الفلاني قد يقول لك الراقي تصدق فإن صدقة تشفي الشخص كما ورد في الأحاديث لكن تصدق بما شئت تريد أن تذبح خروف تعطيه المساكين تريد أن تذبح دجاج تريد أن تذبح عبل أنت حر لكن لا يقول لك اذبح هذه الذبيحة الفلانية اذهب إلى المكان الفلاني هذه الأمور لا تجوز فهذه من علامات الساحر أيضا أنه قد يقول لك اذهب بالشاتر فلاني اللون فلاني دجاجة فلانية لونها سوداء واذبحها هناك فهذه أيضا من علامات الساحر وأيضا من الأمور المنهية يعني في جانب الذهاب إلى السحراء أيضا الكهنة والعرافين هنا نبين الأحكام الشرعية يعني شخص قد يخسر دينه من أجل أنه يذهب إلى ساحر يخسر دينه من أجل جمع إثنين يقول لك أنا نية صالحة أنا أريد أن أجمع بين أثنين بينهم زعل أو مش متفاهمين هذه الحياة هكذا يعني قد لا يتفاهم الزوج مع زوجته قد يكون بينهم مشاكل قد لا يكون بينهم ألفة فهنا ليس الحل السحر هنا الحل النصيحة هنا الحل أن ينظر الشخص في مشاكلهم فيحلها أن يجلس معهم يعظ ينصح يأتي بحكم من أهله وحكم من أهلها لكن يفعل السحر يكفر بالله سبحانه وتعالى فهذا ضره كبير جدا ليس فيه نفع كما سنبين عندما نتحدث عن أنواع السحر وسحر العطف أو يذهب ويفرق بين أثنين أو يفعل السحر من أجل الانتقام أنت تكفر تكفر بالله سبحانه وتعالى أمر خطير جدا وأيضا السحر هؤلاء يأخذون مبالغ ضخمة جدا قد يأخذون من الشخص آلاف نعم الراقي قد يأخذ لأن العلماء اختلفوا هل يجوز له أن يأخذ أو لا يجوز؟ هذه مسألة لكن حتى لو اشترط لكن أن يأخذ مبالغ بالآلاف وضخمة جدا ويتمتم ويفعل أشياء هي علامات ساحر ساحر فهرب من عنده إذا بقيت عنده وصدقته تكفر بما أنزل على محمد تكفر بما أنزل على محمد وأيضا الذين يأتون بالقهوة ويرون فيها ثم يقول أنت حظك هكذا وأنت سيحدث هكذا هذا أيضا لا يجوز محرم هذا من الدخول مما يدخل في الكهانة ويدخل في العرافة أو يقرأ الكف يقول أنا عرفت من عروقك أن هكذا وهكذا سيحدث حتى له أخبر عن أشياء صحيحة هو يتحاور مع الجان أو يقول لك أنت من برج فلان يأتي عنده شخص يقول أنا من برج الثور لأنك ثور أتيت عنده يقول أنا من برج الثور فسيحدث عندك هكذا سيحدث لك هكذا هذا بالنسبة للأبراج نبين لكم الحكم الشرعي الأبراج يستفاد منها أنها زينة ولقد زيننا سماء الدنيا بمصابيح هي زينة للسماء وجعلناها رجوم للشياطين فالشياطين عندما يسترقون السمع يأتيهم الشهب فتضرب بهم وأيضا وبالنجم هم يهتدون فالنجوم يهتدي بها الشخص للطريق يعرف الشمال من الجنوب الشرق من الغرب يعرف الطريق وأيضا يعرف الأحوال الجوية الطقس لكن غير ذلك أنها تضر أنها تنفع أن هذا اليوم ستسعد فيه أن هذا اليوم ستحزن فيه أن هذا اليوم سيعطيه خبر مفرح فهذه كلها من الكهانة أحيانا تصيب أحيانا تخطئ قدرا تصيب وتخطئ لكن هذه من الكهانة تجد هذه الأشياء منتشرة في اليوتيوب أو في المجلات هذه لا تجوز كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى أن تعتقد أن هناك أحدا ينفع ويضر غير الله سبحانه وتعالى أن أحدا بيده الخير أو الشر غير الله سبحانه وتعالى كله بيد الله تؤمن بالقدر خيره وشره كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك فكيف تعتقد بأن هذا هذه الأبراج تنفع أو تضر خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى الصحابة فقال من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكم ومن قال مطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكم نعم قد يكون هناك دور من خلال معرفة الأبراج أنها عندما تتحرك يأتي الأمطار أو تأتي الرياح لكن من الذي يأتي بها الله سبحانه وتعالى لكن لو اعتقدت أن هي تأتي بذاتها أو أنها هي التي تنفع أو أنها هي التي تضر أو أن هذا اليوم ستحزن أو أن هذا اليوم ستفرح فهذه من الخرافات وهذه ليس لها أصل وهي محرمة في ديننا ولا يجوز أن نعتقدها ولا يجوز أن نعتقدها ولا يجوز أن نذهب عند كاهن أو عراف أو ساحر فإذا صدقناهم كفرنا بما أنزل على محمد وإذا فعلنا السحر نكفر وإذا أيضا إذا لم نصدق الكاهن والعراف لا تقبل لنا صلاة أربعين يوما من أتى كاهن أو عراف فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما لأن هذه تؤدي إلى مفاسد كبرى تؤدي إلى مفاسد كبرى الآن نبين لكم أيضا علاج السحر وأنواع السحر وهذا مهم جدا مهم جدا وأول نقطة سنبين فيها هي الإبتلاء الله سبحانه وتعالى يقول ماذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فالإنسان سيختبر في هذه الدنيا وسيمتحن في هذه الدنيا والله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا من أجل أن نعبده ولا نشرك به شيئا ويوما من الأيام سنرحل وندخل القبر ونبعث ثم سنحاسب ثم إلى جنة أبدا أو إلى نار ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة فينبغي أن نعلم أن في الدنيا امتحانات والشخص الذي يبتلى بالسحر أو العين أو الحسد أو المس فليصبر فإن في صبره له أجر عظيم النبي صلى الله عليه وسلم سحر كما ورد في الأحاديث الصحيحة سحراء أنه يتخيل إليه أنه يأتي نساءه ولا يأتيهم ثم بعد ذلك رأى في الرؤية أن هناك رجلان عند رأسه فيقول ما به هذا الرجل قال مطبب أي مسحور قال من الذي صحره صحره قال لبيد ابن الأعصم يهودي قال بأي شيء صحره قال بمشط وشعر قال أين السحر قال في البئر الفلاني ثم فكوا من رأسه ما كان فيه وذهبوا ثم عندما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الرؤية فقال الصحابة قالت أم المؤمنين عايشة له هل نخرج السحر؟ قال لا فالله سبحانه وتعالى رفع عني ما بي لكن ادفنوا هذا البئر ادفنوه بالتراب فقط وقال عليه الصلاة والسلام فدعوت فدعوت حتى استجاب الله لي هنا يعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الرسول هو قدوة الرسول هو قدوة لنا فعندما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاءات أنه يفقد أولاده أنه يؤذى أنه يفقد زوجته يفقد عمه يفقد والده يفقد والدته عندما يصبر على الدعوة عندما يمرض عندما يحزن عندما يسحر هذه الأشياء كلها تعلم أمته أن الشخص حتى لو كان صالحا قد يصيبه شيء من أجل تكفير الخطايا ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى وقال عليه الصلاة والسلام فدعوت فدعوت حتى استجاب الله ليه مش مرة لا ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو ويدعو حتى كشف الله عنه ما به فنحن نتعلم من نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصابنا بلا لا نقنط من رحمة الله لا نقول لماذا لا يستجاب لنا أنت عندما تدعو يستجاب لك إما أن يصرف عنك ابتلاء أو يدخر لك الأجر يوم القيامة أو أنه يستجاب ما أردته أو يصرف ابتلاء آخر مصيبة ستنزل عليك فأنت دعائك مستجاب لكن هو اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى فينبغي عليك أن تصبر ينبغي عليك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى الإمرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قالت يا رسول الله إني أسرع فدعو الله لي أن يشفيني قال إن صبرتي لك الجنة قالت يا رسول الله ادعو الله لا تكشف فدع الله لها فلم تعد تتكشف كانت تصرع والصرع يكون نوعان أحيانا بسبب السحر سبب المس وأحيانا يكون بسبب تشنجات فهو يعالج أحيانا بالرقية وأحيانا يعالج بأدوية وعلاجات من أجل تخفيف هذه الأثار وأيضا الشخص عندما يصل لماذا ذكرت هذه نقطة الإبتلاء؟ لأن كلنا مبتلون ويوم القيامة إنما يوفى الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فالشخص عندما يبتلى فهو رفعة للدرجات عند الله سبحانه وتعالى أحيانا الشخص من شدة الإبتلاء الذي عليه وأنه مسحور أو ممسوس ماذا يفعل؟ يذهب إلى السحرة والنشرة محرمة النشرة هو فك السحر بالسحر فك السحر بالسحر لكن النشرة الجائزة أنك تفك السحر بالرقية الشرعية الجائزة بقراءة القرآن للأذكار الأدعية بالرقية الجائزة فيقول الشخص أنا ذهبت عند شيوخ كثير لكن ما استفدت شيء هذا اختبار وامتحان لك يقول ثم ذهبت إلى ساحر ونفخ نفختين وضرب كفين وشفيت نقول شفيت لكن كفرت بالله سبحانه وتعالى نعم قد يكون هو معه جان أقوى من الجان اللي عندك فقاتلوهم أو مسكوا الجان اللي عندك أو ربطوه قال خليك شوية لأن الجان هدفه ماذا؟ هدفه أن يجعلك تكفر بالله أن تبتعد عن دين الله سبحانه وتعالى أن تنغرق بالمعاصي والذنوب فعندما تذهب إلى السحر وتكفر فقد فعلت ما يريدون فينبغي أن نعلم أنها فتنة ولا نذهب إلى السحر مهما حدث أن أخسر ديننا من أجل بلاء أصيبنا به ينبغي أن نصبر ونتحمل ونستعين بالله هو اختبار من ربنا حتى لو أن الشخص لم يتعافى وذهب عند رقات الراقي ليس بيده الشفاء الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى الراقي شخص يقرأ ويقرأ الأذكار والأدعية وأنت أيضا تقرأ كما تذهب عند طبيب فإذا لم تجد الدواء والعلاج عنده فالشافي ليس هو هي أسباب لكن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى فمن أنواع السحر هناك أنواع كثيرة وسنبين علاج هذه الأنواع من أنواع السحر العطف العطف هو أن يجمع بين اثنين أن يجمع بين اثنين يعني مثلا زوجة وزوجة بينهم مشاكل وحياتهم عادية ماشيين أحيانا يتصالحوا أحيانا يتمشكلوا فيجي شخص يعملهم السحر يقول من باب المحبة أو أخوان متزاعلين يقول أعملهم سحر من باب المحبة فأنا أفعل الخير لا نقول أنت تكفر بالله الآن هنا يوجد أمر خطير أنت عندما تفعل السحر تقع في أمور الأمر الأول أحيانا المحبة تكون زائدة غير طبيعية وهذه مذمومة المحبة زائدة غير طبيعية يعني هناك رجال عملوا لهم سحر حتى يحب امرأته أصبح مثل الطفل في البيت وراءها وراءها يبكي ويعتزل ولا يجالس الناس وأحيانا السحر يقلب يعني أحيانا السحر يقلب فبدلا أن يحب الشخص الذي عمل السحر يعني أن يحب فلانا يكرهها ويكره جميع النساء جميع النساء أحيانا يفعلون السحر يعني المحبة فيقلب فالأمر خطير ليس دائما يقع محبة وإذا وقع يقع زائد بشكل كبير وحين يقع زائد يوم يومين ثلاث ثم يقلب فيصبح كرة وبغض فهذه المشاكل تنحل بالكلام بالنصح بالعقلانية ليس بالأسحار لأن السحر يدخل جان إليه شربا أو شما أو أكلا أو يمشي على شيء مرشوش أو يأتون بشيء من ثيابه أو لباسه فيفعلون السحر على آثار من آثاره وهذا الشخص يعيش حياة متعبة ويتألم الشخص المسحور ونفسية وتتضايق ويبتعد عن الصلاة ويبتعد عن الدين وينبغي أن نشير إلى نقطة أن السحر المحبة كيف يعرفه الشخص كيف يعرفه الشخص هذه الأنواع من الأسحار عندما يكون الشيء غير طبيعي عندما يكون الشيء غير طبيعي يعني يجد الشخص أنه كان ماشي عنده مشاكل عنده حياة طبيعية لكن فجأة يحب وعاطفة غير طبيعية غير طبيعية يعني الحالة غير طبيعية أصبحت من العاطفة وأنه يبكي وأنه يجلس لوحده ويرى ثعابين وأفاعي في المنام وألام في جسده فهنا يبدأ بمعالجة نفسه من السحر يبدأ بمعالجة نفسه من السحر وأيضا هناك نوع من أنواع السحر هو سحر التفرقة بعد أن نبين أنواع سنبين العلاج سحر التفرقة أنه يفرق بين اثنين يفرق بين اثنين فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فهؤلاء يتعلمون ماذا؟ ماذا يفعلون؟ يفرقون والتفرق أكثر شيء يكون بين الأزواج يفرق بين زوج وزوجته أب وابنه أم وابنها أخ وأخيه شريك في العمل تفرق بينهم وهذا الشيء كمان أيضا قلنا نقطة أنه يكون غير طبيعي مع علامات أنه كان مثلا علاقته بينه وبين زوجته ماشي فيه مشاكل وماشي الحياة لكن أصبح نفور فجأة يكره ينظر إليها عندما يراها كأنه يرى أفعى وقد يشتم منها رائحة عفنة ويأتي أشياء غريبة مش طبيعية حدثت فجأة أم مع ابنها تجد أن الابن فجأة يكره أمه لا يريد أن يجلس معها حتى أن شخص كره أمه بشكل كبير ثم عندما عالجوه رجع عند أمه وقبل قدميها يقول أمي والله ما أدري شو صار لي ما أدري شو صار لي ما أدري شو عملوا لي أنا ما أدري كيف كنت أعمل هذه الأشياء فيخرج عن طبيعته فهذا أيضا ينبغي أن يرقي نفسه وأيضا من أنواع السحر سحر التخيل أنه يخيل إليه أشياء أمامه يخيل يرى أشكال يرى أشياء أشياء غير طبيعية يعني قد يذهب إلى الطبيب ينظر إلى عينه طبيب العيون ليس في عينيك شيء لكن يقول أنا أرى أشياء غير طبيعية تخيلات وأيضا من أنواع السحر السحر الذي يسبب الجنون هناك ناس أصيبوا بهذا السحر وتعالجوا يعني لا يقول الشخص أن هذه خرافات من عاش هذه الأشياء يعرفها من جرب هذه الأشياء وخرج منها هو الذي يعرف الألم من ذاق ليس كمن لم يذوق من عالج الناس ورأى حالتهم وألمهم ومرضهم وأنهم ذهبوا إلى الطباء وإلى الطباء النفسيين ولم يتركوا شيء ثم عندما قرأ عليهم شفوا بإذن الله سبحانه وتعالى تجد شخص عاقل فجأة ينجن فجأة قد يسبب أيضا السحر الجنون وأيضا قد يسبب السحر الخمول والغيبوبة وفقد الوعي والتخيلات كما ذكرنا لكم وأيضا من أنواع السحر ما يصيب النساء أحيانا من السحر الذي يفعله قد يفعله السحر على النساء فيصيبه الحيض بشكل كبير جدا لا يذهب منها نزيف دائم نزيف دائم شيء غير طبيعي حتى الأطباء يستغربون فهذا أيضا يعالج نفسه أيضا هناك من أنواع السحر سحر الربط أن الشخص يربط أنه كلما يأتي شخصه يطلبه من أجل الزواج يعني فتاة كلما أتاها شخص هي راضية بدها تتزوج لكن عندما يأتي الشخص تكرهه وتشعر ببغض ناحيته بس بدها أن هذا الرجل يروح يرجع ما بدها توافق عليه أو كذلك أحيانا الرجل يأتي إلى بيت فأول ما يأتي بده يهرب قد تكون فتاة مسحورة لا يريدون منها أنها تتزوج فأول ما يأتي الخطباء يدخلون بيت فقط بده يهرب فإذا كان الشيء خارج الطبيعة فيعالج الشخص نفسه أيضا ومن أنواع السحر الربط بين الزوجين عن الجماع يعني أحيانا يأتي الساحر فيعمل سحر الربط أن الشخص يتزوج وفي يوم عرسه لا يستطيع أن يقترب من زوجته عندما يقترب منها لا يستطيع فهذا الشخص ماذا يفعل يأتي بسبع ورق صدر كما قال الشيخ ابن باز ويطحنهم بين حجرين نظيفين ويضعهم في الماء فيقرأ عليهم الآيات التي سنذكرها الفاتحة وأول سورة البقرة وآية الكرسي وآمن الرسول ونزل إليه من ربه والمؤمنون وآيات السحر التي في سورة البقرة والأعراف وطاها والإخلاص والفلق والناس ثم ينفخ فيشرب من الماء ويغتسل سبعة أيام كثير من الناس عملوها وشوفوا بإذن الله تعالى الآن سنبين لكم العلاج للأشياء الخارجة عن الطبيعة للأشياء التي تحدث للإنسان وتكون علامات السحر أيضا المسحور قد يرى في منامه ثعابين وآفاع سود وكلاب سود دائما وقد تخرج منه رائحة من فمه رائحة عفنة حتى لو فرش أسنانه وأيضا من علامات السحر يصبح مثل النار في بطنه وظهره وأيضا قد يشتم يشم روائح غريبة عفنة ولا يوجد رائح عفنة فهذه تكون من علامات السحر أيضا فالشخص عليه أن يفعل ماذا؟ النقطة الأولى توحيد الله سبحانه وتعالى أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى أن يكون دعاؤه لله سبحانه وتعالى وحده لا يشرك بالله أحدا لا يدعو غيره ولا يستعين بغيره ولا يتوكل على غيره فالرجاء والحب والخوف ولا يذبح لغيره فيكون موحدا لله سبحانه وتعالى هذه من أقوى الأشياء التي تجعل الشخص يتعافى أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى هناك راقي أندنوسي راقي أندنوسي يعالج بلا إله إلا الله فقط يقرأ لا إله إلا الله لا يحفظ شيء وكثير تعافوا لماذا؟ لأن هذه كلمة عظيمة النقطة الثانية هي الإيمان والتفاؤل الشيطان يريد منه الحزن الحزن يريد أن يعيشك في اكتئاب يعيشك في اكتئاب فلا بد أن تكون متفائل وعندك أمل بالله سبحانه وتعالى وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطعك لم يكن ليصيبك وأنك في حال الابتلاء الآن أنت تتقرب إلى الله فالله يحبك الله إذا أحب عبدا ابتلاه كيف تعرف أنه أحبك؟ إذا كان بعد الابتلاء أنت تتقرب إلى الله وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه اختبار والله سبحانه وتعالى يحبك فليكن إيمانك قوي وينبغي عليك أن تحافظ على صلاتك حتى تكون محصن نفسك حافظ على صلاتك وأذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن والأذكار قل الأذكار بلسانك وتدبر بقلبك حتى تتعافى قل لا حول ولا قوة إلا بالله بيقين هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة أن تقرأ على نفسك أن تقرأ على نفسك وقبلها التمر سبع تمرات كل سبع تمرات على الريق هذه من الأشياء التي تشفي يعني كثير من الناس أكلوا سبع تمرات على الريق استفرغوا السحر تخيل فكل سبع تمرات في الصباح أيا كانت يعني بعضهم يقول العجوة لكن حتى لو لم تتوفر عجوة المدينة فكل من أي تمر سبع تمرات قل بسم الله وكل سبع تمرات على الريق فإن السحر قد يخرج من بطنك ثم ابدأ بالرقية إذا شعرت بهذه الأشياء وأشياء غريبة فقرأ سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة آيات سنقرأها الآن هذه الآيات في أي الحالات اقرأها اقرأ هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين ثم اقرأ أول خمس آيات من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقرأ آية السحر الموجودة في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقا ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وقرأ آية الكرسي ورددها بشكل كبير جدا آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم هناك رجل فكان هناك رجل أصيب بالسحر أصبح له فترة طويلة مع علمات السحر زمن طويل هو رجل كبير في السن فقال له أحد المشايخ اقرأ آية الكرسي ورددها يعني في ليلك ونهارك يقول هذا الرجل أنا أقرأ آية الكرسي في كل يوم حتى في المنام أسمع أني أقرأ آية الكرسي فيوم من أيام وأنا جالس استفرغت استفرغت دم 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 بشكل كبير جدا على ثيابي وعلى السرير فأخذوني إلى المستشفى الأطباء يقولون هذا دم كثير يعني الشخص يموت من هذا الدم الذي رأوه على ثيابي يعني لسه ما رأوا الدم اللي في البيت ففحصوا الأطباء لم يجدوا فيه شيء ثم عاد إلى البيت فبدأ يقرأ 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 وهو يستفرغ 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 إلى أن أخرج من فمه أكياس دم كالثعابين وأشياء غريبة جدا ثم تعافى الرجل وعاد لنشاطه وقوته فالشخص يردد آية الكرسي ليل نهار الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم هو الذي يحفظ السماوات والأرض أيعجزه أن يحفظك أنت يا بني آدم وقرأ آخر آيتين من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ثم تقرأ آيات السحر التي في صورة العراف وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأيضا تقرأ آيات السحر التي ورد في صورة يونس وفي صورة طه الله سبحانه وتعالى يقول فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وتكرر هذه الآية فالله سبحانه وتعالى سيبطل جميع الأسحار وتقرأ سورة الفلق والإخلاص والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فتقرأ هذه الآيات بيقين وأن الله سبحانه وتعالى سيشفيك وتقرأ سورة البقرة ليس من الضرورة في كل يوم حتى لو في كل أسبوع تقسمها فقد قال عليه الصلاة والسلام أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وتكثر من الدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى حتى يكشف عنك ما بك الله سبحانه وتعالى قال ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فقرن بين النفاث الذي يكون للسحر والحسد أحيانا يجعل بعض الناس يجعلهم بسبب حسدهم يسحرون الناس وأيضا من الأمور المهمة والتنبيهات أن الراق الشرعي عندما يرقي امرأة فإنه يكون معها محرم أو مجموعة نساء وأيضا لا يلمسها يعني تجد الساحر قد يلمس أو تجد أحيانا الرقات يخالفون الضوابط الشرعية فيلمس المرأة فالعلماء من بعضهم أجاز أن يلمس رأسها من وراء حائل يعني تضع الشال شالين ثلاثة وفوقهم يضع يده ويقرأ فلا يجوز أن الرجل أن يلمس امرأة ويضربها ويلمسها ويلمس الجسد أو يجلس معها ولا يجد لا يجد محارم فالراق الشرعي يقول المرأة تحجبي ويقول أين محرمها ويقرأ عليها آيات من القرآن أو أذكار أو أدعية ويعطيها أعشاب وكلام مفهوم وعربي هذه النقاط لا بد أن ننتبه عليها وهذا ابتلاء فينبغي علينا أن نصبر وينبغي علينا أن نكون موحدين لله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا فإذا الشخص لم يستطع أن يعالج نفسه بالقراءة لا يستطيع يذهب إلى راقي ثقة شخص معروف أنه من أهل السنة والجماعة عقيدته سليمة يقرأ القرآن من دون مخالفات شرعية ليس عنده نوع من الدجل أو الكهانة والشخص إذا قرأ على نفسه من الأمور العظيمة جدا النافعة أن الشخص يقرأ على نفسه ويحصن نفسه ويحصن أولاده من السحر أيضا ينبغي علينا أن نحصن أنفسنا بأذكار الصباح المساء بقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء العليم ثلاث مرات في الصباح والمساء أن الشخص يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يصلي صلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله يحافظ على الصروات يحافظ على الخيرات يطيب نفسه ويطيب مجلسه ويعطر نفسه ويعطر مجلسه ويبخر بيته بالروائح الطيبة لأن الشياطين لا تحبوا الروائح الطيبة والبيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان ثلاثة أيام فالشخص يقرأ في بيته سورة البقرة ويقرأ القرآن ويكثر لأن الرقية تفيدك عندما تقرأ أنت أو يقرأ عليك شخص أكثر مما لو تستمع إلى تسجيل أو تستمع إلى مقطع أسأل الله أن يشفيكم ويعافي كل مريض ويشفي كل مبتلى نسأل الله أن يحيين على الإيمان وعلى التوحيد ونسأل الله أن يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته